بات من الواضح البين لنا جميعاً أن السيد الفضاء كائمٌ على أصدار سلاسل الحموم قارنة العديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد وقد سجل لنا القرآن العظيم الله سمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا أربابًا من دون الله صدق الله العظيم بات من الواضح البين لنا جميعًا أن السيد الأستاذ دائبٌ على إصدار سلاسل البحوث تلو سلاسل البحوث في مختلف مجالات المعرفة سواءٌ منها الأصولية والفقهية والعقائدية والتاريخية والتفسير والبحوث الأخلاقية والكلامية والمنطقية والفلسفية التي منها بحث الشباب بين إقصاء العقل وتوظيف النص الديني لصالح التكفير والإرهاب ثم الإلحاد وبحث فلسفتنا بأسلوبٍ وبيانٍ واضح وحتى البحوث الأدبية وغيرها وبدرجةٍ عالية الامتياز ومنقطعة النظير وسلسلة البحوث التي نحن بصددها اليوم والموسومة مقارنة العديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد جاءت كرسالةٍ للشباب بكل أفكارهم وتوجهاتهم الذين ما زالوا على خط الإسلام وعلى خط التوحيد والذين اتجهوا للإلحاد عن جهلٍ أو عن تشويشٍ وسوء فهمٍ للأمور وفي بادئ الأمر تحدث السيد الأستاذ عن القانون القرآني في التحدي وتشخيص الحق بملازمته عدم التناقض والاختلاف إنه القانون الذي نعتمده كمرجعيةٍ أصيلةٍ رئيسةٍ دائمة حيث يكون مرجع السيد الأستاذ في هذه السلسلة وكل بحوث الكتاب المقدس على الأهد الجديد إنجيل متة وإنجيل ماركوس وإنجيل لوقة وغيرها والعهد القديم سفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنية وغيرها وكل ما يرتبط ببحوث الأديان من مقارنة وتقارب وتجاذب وسقوط في شرك الإلحاد وقد سجل لنا القرآن العظيم قانوناً شرعياً نفسياً اجتماعياً منطقياً في أن الحق وما يصدر من الحق ليس فيه تناقض ولا اختلاف فلو كان القرآن من عند غير الله الخالق الحق لوجدوا فيه تناقضاً واختلافاً كثيراً والقرآن قد تحدد جميع من الإنس والجن بهذا التحدي المعلن والمصرح به في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فيثبت أنه منه سبحانه وتعالى وقد عجزوا وما زالوا عاجزين وتوجد آيات قرآنية أخرى تدخل أيضاً في سياق التحدي نستمع آيتين منها من الأستاذ سليم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أيضاً نستمع لآيتين منها من الأستاذ حسين بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً ومن الضروري الإشارة إلى تمامية القرآن والرسالة وثبوتها بالتحدي القرآني وغيره من المعجزات والحجج والبراهين وكل ذلك تام وبليغ وواضح ويقيني لكنه يكون أكثر وضوحاً وبلاغاً ويقيناً وأرسخ وأثبت عقيدةً عندما نعلم أن التحدي جاء على لسان النبي الأمي الذي لا يعرف الكتابة الذي لا يقرأ وهذا المعنى مُستفاد من قوله تعالى وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَاب وَلَا تَقُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ أيضاً مُستفاد من قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومُستفاد أيضاً من قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وتحدي بالإتيان بمثله في البلاغة الصراحة والمباهلة وتمنِّي الموت واستنطاق الأصنام والشمس من المغرب وبحث السيد الأستاذ يتضمن عدة موضوعات منها تحت عنوان قانون التحدي قانون التحدي والمنهج الوسطي في تقارب الأديان واحد البرهان والحوار والمجادلة بالحسنة اثنين التحدي بعدم الاختلاف ثلاثة النبي الأمي النبي الأمي أربعة تحدي بالإتيان بمثله في البلاغة الصراحة خمسة المباهلة وتمنِّي الموت واستنطاق الأصنام والشمس من المغرب ستة الإنجيل والتوراة والتحدي بعدم الاختلاف سبعة اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة نبوءة وتحدي ثمانية الإنجيل يُصدِّق التوراة القرآن يُصدِّق الإنجيل والتوراة تسعة تبيانٌ وهدى تبيانٌ وهدى ورحمة من غير كراهية وترهيب عشرة المنهج الوسطي في مقارنة الأديان ومقاربتها أيضًا يتضمَّن بحث السيد الأستاذ موضوعات أخرى منها تحت عنوان صوتُ صارخٍ في البرية توبُ قد اقترب ملكوت السماوات يذكرها لنا الأستاذ سليم وهي المقطع الأول النقطع الثالثة النقطع الثالثة السبي الآشوري لليهود النقطة الرابعة القدس أورشليم تسلم من السبي الآشوري النقطة الخامسة الشمس ترجع عشر درجات النقطة السادسة السبي البابلي بعد السبي الآشوري المبحث الثاني صوتُ الصارخ يحيى وعيسى تمهيدٌ للمهدي المطلب الأول صوتُ الصارخ في البرية واحد جلدٌ ولطمٌ وصلبٌ وسلبٌ وطعن فأين المجد المُعلن؟ اثنياً في موته وقيامته الحواريون بين الجهل والتشكيك ثلاثة اللمسُ ممنوع كيف لمسه تُومى؟ أربعة بعد الظهور الثالث لم يعرفوه فكيف باقي الناس؟ خمسة سجن يحيى وقتل والعلاماتُ لم تتحقَّق ستة يحيى يُشكك وقد أرسلت الميذين سبعة يجزمُ بالمُخلِّص المُنتظر لكن يشكُّ بالمُصدار ثمانية يحيى يُمهِّد وتلامِذَتُهُ وَتَلَامِذَتُهُ وَمْ يُؤْمِنُوا بِالْمَسِيحِ تِسْعَة أَنتَ هُوَ الْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرُ عَشْرَة هَلْ أَجَابَ عِيسَى عَلَى استِفْهَامِ يَحْيَا؟ حادي عشر مَلَكُوتُ السَّمَاوَات المُنْقِذُ المُنتَظَر المطلب الثاني البشارة والنداء بين إشعياء والإنجيل والتلموت المطلب الثالث التوحيد ورفض التشبيه والتجسيم والأقانيم واحد العهد القديم يدعو للتوحيد اثنيا الابن خالق أو مخلوق ثلاثة الأصل والفرع في الأقانيم الثلاثة أربعة الابن أربعة الأبو الابن الروح القدس أقانيم أو صفات المطلب الرابع بقوة يأتي وذراعه تحكم له المسيح شاؤل أو عيسى أيضا يتضمن بحث السيد الأستاذ موضوعات أخرى منها تحت عنوان من المشرق محاججة ونصر وخلاص يذكرها لنا الأستاذ حسين وهي أولا البار الوفي النصر عند رجليه ثانيا من المشرق محاججة وخلاص ثالثا كيف صار المغرب مشرقا رابعا رابعا المسيح المنقذ إبراهيم أو زربابل أو عيسى أو كورش خامسا مناظرة ومحاكمة عامة للشعوب كافة سادسا هل قال عيسى أنا الرب الأول وهل مريم أقدم منه سابعا أنت يا عيسى عبدي نسل إبراهيم خليلي ثامنا لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك تاسعا جعلتك حاصودة فلا تخف يا دودة العقوب يا شرذمة إسرائيل عاشرا النبوء والاستشراف بين التحقق والانتظار حادي عشر المعضلة الفكرية والتقديس المزعوم ثاني عشر المختار المؤيد يضع الحق في الأرض ثالث عشر الله خالقك تفتح البلدان وتملك الأمم الأول الرب خالقك ومخلصك وجعل فديتك الثاني يفتح البلدان ويملك الكنوز والأمم سأذكر لكم مقتبسا من بحث السيد الأستاذ عنوانه قانون التحدي والمنهج الوسطي في تقارب الأديان أليف الإنجيل والتوراة والتحدي بعدم الاختلاف بالعودة إلى قانون التحدي القرآني بإيجاد الاختلاف في القرآن وإلا فيثبت تمامية القرآن ومصداقيته وحقيته وأصالته نذكر بعض الكلام أليف نسأل هل صدر وأعلن مثل هذا التحدي في الإنجيل والتوراة في الكتاب المقدَّس العهد القديم والعهد الجديد؟ باء إذا لم نجد التحدي في الكتاب المقدَّس فإنه لا يدُل على عدم الوجود فيُحتمل أن يكون التحدي موجودًا واقعًا وقد صدر وصرُّح به لكنه لم يصلنا فلم يُدوَّن في العهدين القديم والجديد وعدم تدوينه يُحتمل أن يكون عن عمد كما يُحتمل أن لا يكون عمدًا فالاستفهامات والمحتملات عديدة جيم مسألة التحدي لإثبات صحة التوراة والإنجيل متوقَّعة جدًا من حيث بوت اختلاف الناس على الكتب السماوية بين من آمن بها واتبعها وبين المُنكر لها والجاحد والكافر بها دال فالاختلاف على الإنجيل لا يقفى على أحد حيث وصل الأمر إلى إنكار أصل نبوة عيسى عليه السلام بل إنكار مصداقيته حتى تجرأوا عليه حتى وصل الأمر بهم أنهم عذَّبوه وصلبوه وقتلوه حسب رواياتهم ها والاختلاف على التوراة ثابتٌ أيضًا إلى المُستوى الذي كثر عندهم مُدَّعون نبوة الكذبة وكل منهم صار يكتب كتابًا من عنده ومن شياطينه وأبليس سيدهم واو في القرآن شواهد كثيرة تشير إلى انحراف الناس والرموز الدينية عن الكتب السماوية التوراة والإنجيل منها قال سبحانه وتعالى فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلًا فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون وقال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وعد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يُحرِّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واو نذكر شاهدين آخرين من الكتاب المقدس أحدهما من العهد القديم من سفر إشعياء والآخر من العهد الجديد من إنجيل متى سفر إشعياء الإصحاح التاسع فيقطع الرب قال فيقطع الرب من إسرائيل الرأس والذنب النخل والأسل في يومٍ واحد الشيخ والمعتبر هو الرأس والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب وصار مرشدو هذا الشعب مظلين ومرشدوه مبتلعين إنجيل متى الإصحاح السابع قال احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخلٍ ذئابٌ خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هكذا كل شجرةٍ جيدة تصنع أثمارًا جيدة وأما الشجرة الرديئة فتصمع أثمارًا رديئة لا تقدروا شجرةٌ جيدةٌ أن تصنع أثمارًا رديئة ولا شجرةٌ رديئةٌ أن تصنع أثمارًا جيدة كل شجرةٍ لا تصنعوا عنوانه ملكوت السماوات المنقذ المنتظر ملكوت السماوات المنقذ المنتظر للتأكيد على نفي أن يكون هو المخلِّص المنتظر فقد سارع عيسى عليه السلام لقطع أي شكٍ ودفع أي شبهةٍ مرتكزة في أذهان الناس فقد توجه مباشرةً وعاجلاً إلى الجموع الحاضر عنده فأخبرهم بكل صراحةٍ ووضوح أن المخلِّص المنتظر شخصٌ ثالث ليس عيسى وليس يحيى بل كلاهما قد أرسلهم الله وأخرجهما من أجل التمهيد للذي يأتي بعدهما وهو المخلِّص المنتظر فيتضح أن يحيى لم يكن ممهدًا لعيسى ومبشِّرًا به بل كلاهما كانا يمهدان ويبشِّران للمخلِّص المنتظر الذي يأتي بعدهما حيث كانا يبشِّران بملكوت السماوات المخلِّص القادم ولا يخفى على كل مطلعٍ عاقل تشابه واتحاد الدعوى والتمهيد عند يحيى وعيسى معاً حيث صرَّح كل منهما أنه يمهد ويبشِّر بمجيء ملكوت السماوات المنقذ المخلِّص ألف في إنجيل متى الإصحاح الثالث قال وفي تلك الأيام جاءنا يوحنَّ المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات ومتى نفسه تحدَّث عن تمهيد يسوع المسيح للذي اقترب وهو ملكوت السماوات ودعوى هذه حصلت بعد أن أُلقي القبر على النبي يحيى عليه السلام ووضع في السجن أو بعد موت يوحنَّى يحيى عليه السلام حيث قال متى في إنجيله الإصحاح الرابع ولما سمع يسوع أن يوحنَّى أُسلمه إن صرف إلى الجليل وترك الناصره وعتى فسكنه في كفر ناحوم التي عند البحر من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات وكان يسوع يطوف كل الجليل يُعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت باء في الوقت الذي دعا ويُبشر فيه عيسى بنفسه بقرب مجيء ملكوت السماوات البشارة المنتظر فإنه قد أمر تلاميذه بأن يدعو ويُبشر بنفس البشارة باقتراب ملكوت السماوات حيث قال متى في إنجيله الإصحاح العاشر ثم دعا تلاميذه الاثني عشرة هؤلاء الاثنى عشرة أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات إنجيل مرقص ذكر نفس المعنى من أن المسيح كان يدعو ويمهد للمخلص القادم بعده وهو ملكوت السماوات حيث قال مرقص في الإصحاح الأول وبعدما أسلم يوحنى جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل دال كذلك فعل إنجيل لوقة حيث ذكر أن المسيح قد دعا للذي يأتي بعده وهو ملكوت السماوات بل تميز لوقة على الآخرين بالوضوح حيث ذكر تصريح عيسى عليه السلام من أنه قد أرسل من أجل التبشير والتمهيد للمخلص ملكوت السماوات ملكوت الله قال لوقة في الإصحاح الرابع ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلا وكان الجموع يفتشون عليه فجاءوا إليه وأمسكوه لإلا يذهب عنهم فقال لهم إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت فكان يكرز في مجامع الجليل والآن يذكر لنا الأستاذ حسين مقتبسا آخر من بحث السيد الأستاذ عنوانه الصبط يضرب على خده ثم المنقذ المنصور الصبط يضرب على خده ثم المنقذ المنصور ذكر ميخا في الأصحاح الخامس من سفره الآن تتجيشين يا بنت الجيوش قد أقام علينا مترسة يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده أما أنت يا بيت لحم أفراته وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل أليف إذا كانت النبوة بالمسيح عليه السلام وأنه سيكون ملكا ومتسلطا على إسرائيل فمن هو قاضي وصبط إسرائيل الذي يضربونه بقضيب على خده فأين حصل ذلك الضرب ومتى وكيف استفهام وتعجب با من الواضح أن ميخا يشير إلى شخصين أحدهما المضروب على خده وهو القاضي الصبط والآخر هو الذي يخرج ويكون متسلطا على إسرائيل جيم لا تم الإدعاء بأن الصبط المضروب على خده هو عيسى المسيح عليه السلام لأنه لو ثبت الضرب على عيسى فإن الضرب قد وقع على رأسه وليس على خده وحسب الظاهر فإن المعنى المستخدم في الخد يختلف عن المعنى المستخدم في الرأس إذن فضرب الصبط على خده من النبوآت والعلامات التي تتحقق قبل ظهور عيسى في آخر الزمان دال إذن فالظهور المقدس في آخر الزمان مرتبط ارتباطا وثيقا بالعراق وكربلاء وبابل وكل ذلك يقع في الشرق ويعتبر مشرق القدس ها إن روايات العهد القديم والجديد التي صدرت في القدس وما في جهتها تتحدث عن الشرق والمشرق والكاسر من المشرق وظهور المنصور المنتصر من المشرق من الشرق ومن مشرق الشمس ومن مشرق الشمس تكون صيحته وتبدأ حركته نحو القدس أورشليم فيكون النصر والفتح وفي العهد القديم في سفر شعياء الصحاح وعدو أربعين يقول النبي شعياء من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه إلى آل خمسة وعشرين قد أنهضته من الشمال فأتى من مشرق الشمس يدعو بإسمه يأتي على الولاد كما على الملاد وكخزاف يدوس الطين إذن سادة الحضور سادة المستمعين السيد الأستاذ يريد أن يبين بهذه السلسلة من البحوث أن الأديان كلها تدعو للتوحيد وتدعو للفضيلة والأخلاق الكريمة وكلها ترفض الكراهية والتطرّف والإرهاب ونحطاط الأخلاق فيريد السيد الأستاذ أن يوصل رسالة للشباب المشتبه والمغرر به والجاهل أن المسيح عيسى عليه السلام والدين المسيحي والكنيسة اليسوعية المسيحية كلها تدعو للإيمان والتقوى والفضيلة والأخلاق ولا يوجد فيها أبداً ما يدعو أو يحلل الخمورة أو التبرجة والانحلالة والزنا والعلاقات غير الشرعية فالمسيحية دين توحيد وتقوى وأخلاق وطهارة وتقديس فهم يعملون على ضرب دين بدين ومذهب بمذهب وطائفة بطائفة وتصطاد وسائلهم الماكرة من هؤلاء الشباب ممن يقع في شراكها وتسحبه للإلحاد شيئاً فشيئاً بعد أن جردته من عقيدته وهؤلاء الحاديون كالتكفيريين منتح للإسلام وغيره من أديان فهم يصطادون بالماء العكر فيستغلون السلبيات والفساد عند أشخاص ينتمون للإسلام أو غيره من الأديان ليس عندهم منهج علمي وأخلاقي فهم لا يملكون نظريات وأصول فكرية ودينية وأخلاقية فنراهم فقط يبحثون عن السلبيات هنا وهناك ويستخدمونها من أجل تهديم أفكار الناس وعقائدهم وأخلاقهم وليس عندهم إلا التهديم لأنهم لا يملكون البناء الفكري الأخلاقي ومن هذا المقام العلمي يوجه السيد الأستاذ رسالته للجميع بأن الكراهية والعنف والإرهاب يضرب في كل مكان ويقع على جميع الأجناس والأعراق البشرية فالأمر خطير والمسؤولية عظيمة يتحملها علماء الأديان السماوية وأهل الإختصاص فعليهم أن يدفعوا الإختلاف وعليهم التوفيق بين معاني الكتب السماوية التي ظاهرها الإختلاف فعليهم العمل بإخلاصٍ ومزداقية ومهنية وعقلانية للتقريب بين المعاني والأديان واعتماد المشتركات والتمكن من تأسيس قواعد ومسائل كلية متقاربة ومشتركة في العقيدة وأصول الدين بحيث يقبلها عموم البشرية من النفوس العاقلة المتزنة وأن يكون ذلك وفق شروطٍ وضوابط وقوانين لغوية وعرفية بمنهجٍ علميٍ موضوعيٍ ناضج ولا بد أن تُبذل كل الجهود والمعارف والأفكار من أجل تأسيس منهجٍ وسطيٍ معتدل للحوار والتخاطب والفهم والتفهيم واحترام الناس وأفكارهم واختياراتهم وكل منهم بحسب الأدل والحجج التي تصل إليه والتي يطلع عليها وكل منهم بحسب مستويات عقولهم وأذهانهم وبحسب الظروف والعوامل النفسية والحالة الاجتماعية التي يعيشونها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمدٍ وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم شكرا